صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولا صوت يعلو فوق صوت ما يحدث على أرض مدينة السلام بالتأكيد مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من استضافتها لمؤتمر المناخ في مدينة شارم الشيخ على كل المستويات الإقليمية والدولية أيضا وكمان من الناحية الاقتصادية لشان كده هنحب لحنا نركز أكتر على الناحية الاقتصادية والمكاسب التي حققتها مصر من وراء هذا المؤتمر كوب 27 من خلال الحديث مع ضفنا المشرفنا الأستاذ أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير عليك صباح الخير يا صباح أحمد يعني ماذا جنت مصر اقتصاديا من وراء قمة المناخ كوب 27 طيب خليني أقولك في البداية أن أنت على مدار الثمان سنين اللي فات وكنت بتأسس لمرحلة جديدة في فكرة التنمية الاقتصادية ويمكن على وجه التحديد مرحلة التنمية الاقتصادية المستدامة وده يعني على مدار سنين طويلة كان يمكن هذا المفهوم بعيد تماما عن وقعنا الاقتصادي في مصر أو يمكن إحنا علاقتنا به في إطار المصطلح فقط حتى كمان فكرة الاستدامة يمكن لما كانت بتتقال في الأوسط الاقتصادية أو حتى على رأي العام المواطن ما كانش بيستوعب هذا الأمر تحديدا يمكن كان مصطلح استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة كان غريب علينا شوية بالفعل كده بدأ التوجه الحقيقي لما وضعت رؤية مصر للتنمية المستدامة 20-30 الفكرة في الرؤية تحديدا أن أنت النهاردة بتوضح لك قد إيه أن الدولة المصرية تنقلت من مرحلة تنفيذ عملية التنمية بشكل عشوائي غير منظم في الفترة اللي كانت قبل 2013 للنهاردة أنت بقى عندك رؤية واضحة محددة بمعايير 17 معيار بتحقق الاستدامة من خلال عملية التنمية الاقتصادية في كل أنحاء الاقتصاد وبالعكس أنت النهاردة كمان بدأت أن أنت تهتم بقطاعات جديدة يمكن ما كانش فيه تمام بيها قبل كده زي المرأة، تنكين المرأة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، البنية التحتية القرى الأكثر احتياجا، مكافحة الفقر، كل هذه الأمور يمكن ما كانتش مرأة الزمن النهاردة يوم المرأة في قبل التنمية بالفعل، ابتديت بقى تكش على مرحلة جديدة في الظل بقى التحديات اللي بيقابلها العالم النهاردة في فكرة تغير المناخ ومعادلات التلوث وإن احنا نبتدي شوية ننتقل من تبعيات الثورة الصناعية اللي يمكن تم إحداثها وإن احنا النهاردة نروح مرحلة جديدة فكرة الاقتصاد الأخضر حتى برضو مصطلح الاقتصاد الأخضر ده إحنا كنا في مصر يعني جديد علينا بعيد علينا بالزبط الاقتصاد الأخضر ده بقى موضوع كبير جدا نهاردة أنت عشان تتحرك لهذا النمط من التنمية محتاج الأول أنت تغير تشريعات اقتصادية محتاج الأول أنت تبقى بيئة الاقتصاد أو بيئة الأعمال عندك داخل الاقتصاد قادرة على أنها فعلا تستقطب استثمارات لو جاء لحضرتك من بره محتاج النهاردة أنت حتى فكرة آليات التمويل المستدام يعني النهاردة أنا بكلمك البنك المركزي المصري بأسبوع الماضي أطلق أول استراتيجية للتمويل المستدام في تاريخ مصر يعني ما كانتش عندنا قبل كده من فترة أو من شهور قليلة كانت وزارة المالية أطلقت ما يسمى بالسندات الخضراء ودي متوجهة لمشروعات تحقق الاستدامة البيئية ابتدت النهاردة حتى لما ابتدت أنتقل حتى لتأثير التنمية على المواطن في مبادرة حياة كريمة كتير جدا كانت بيشوف موضوعات حياة كريمة أنها مبادرة بتهتم يعني بتنمية القرى الأكثر فقرا أو بتستهدف فقط تطوير حياة الريف المصري أو مواطن في الريف لكن هي مبادرة في أساسها النهاردة بتحقق الاستدامة البيئية في كل معايير لما تدينا أنتقل مشروع تبطين الترع فانت النهاردة بتحقق الاستدامة في فكرة إدارة الهدر اللي كان بيحصل في الموارد المائية عندك في الريف لما النهاردة بتتكلم على في المرحلة الأولى بس ألف وخمسمائة قرية تحديدا من تطوير المساكن فانت النهاردة بتحقق الاستدامة في قطاع الإسكان أو السجنة مش برفع كفاءة كمان وبنمي وأقول سلام عليك ومشي أنا بمكن اقتصاديا حتى لا يعود المواطن إلى مثل هذه الممارسات اللي تخلي في إهضار للبنية وده النهاردة في جلسات خلال فعاليات مؤتمر المناخ في مناطق مخصصة النهاردة القرى الريف المصري عرض فيها مشروعاتها المشروعات الصديقة للبيئة يعني نحن نهاردة كمان كنا بناهتم بقطاع مهم جدا قطاع مشروعات صغيرة المتوسطة وتحديدا بحق الاستدامة البيئية نهاردة مثلا على سبيل المثال لما تم إعلان مدينة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد عاصمة البيئة العربية النهاردة مدينة الخارجة مشاركة في المؤتمر ده بمشروعات صديقة للبيئة بمنتجات صديقة للبيئة بتحقق فكرة الاستدامة البيئية قرية زي قرية فارس أول قرية في مصر تبقى قرية صديقة للبيئة تم اختيارها يعني يمكن قبل نعقد مؤتمر المناخ بأيام قليلة فبالتالي النهاردة ده بيوضح أن فكرة الاستدامة النهاردة أصبحت عندنا أمر واقع بأنعكس على معيشة المواطن في المقام الأول طيب إحنا في مصر يعني بقلنا فترة كده في إشهادات دولية بالاقتصاد المصري دلوقتي فيش فرصة يمكن أحسن من أن العالم كل موجود عشان يشوف على أرض الواقع اللي مصر عملته سواء من تحول مدينة شارمشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة أو من إنجازات مصرية شايفينها دلوقتي على أرض الواقع مش هتكلم معاك في طرق مش هتكلم معاك في حاجة مش هتكلم في إنتاج هيدروجين أخضر بس لكن كل ده على بعضه العالم كله بيوشيد به النهاردة إزاي بعد التجربة الإيجابية اللي مصر صدرتها للعالم أجمع النهاردة بوجود العالم كله على أراضي مصرية نقدر أن نكتسب لنا استثمارات أجنبية بما يخص الاقتصاد الأخضر شوف يا ستاة باسانت يعني الاستثمار تحديدا في ظل التكالب اللي بيحصل في العالم دلوقتي مع الأزمات الاقتصادية لازم يكون عندي قدرة استباقية دلوقتي في الاقتصاد نستقطب الاستثمارات بشكل قوي لما نجي نتكلم تحديدا على فكرة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر ما قدرش أنا كدولة أقول أن أنا قادر أن أستقطب الاستثمارات دي وأنا ما عنديش تجربة قوية في هذا النمط النهاردة مصر يمكن على مدارة 8 سنين اللي فاتوا على سبيل المسال في قطاع الطاقة لما عملنا محطة بنبان في أسوان دي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم النهاردة محطة الرياح في جبل الزيت النهاردة لما عملنا محطة انتاجة الهيدروشين الأخضر في منطقة الاقتصادية لقناة السويس فالنهاردة بقول المستثمر أن أنا البيئة الاستثمارية عندي أنا بالفعل كدولة أقدمت أن أنا أعمل الاستثمارات دي موجودة عندي فحضرتك النهاردة تبقى متطمن أنه أنت داخل تستثمر لأن المستثمر في المقام الأول هو لا يعانيه فقط غير أنه سيحقق معدلات ربحية على رأس المال بتاعه أدي ما بيتحكمه خلص معايير العواطف إطلاقا الحاجة الثانية ورأس المال جبان بطبيعة الحال لو ما فيش استقرار ما فيش بيئة تشريعية سليمة مش هيجي لما تجي نتكلم مثلا أنا بقول أن أنا مصر قادرة النهاردة أنا استقطب استثمار في قطاع التنمية العمرانية المستدامة طب حضرتك كدولة عندك مدن مستدامة عملتها أنا على مدار الثمان سنين اللي فات ونفست تلاتين مدينة مستدامة من أهمها العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين والجلال النهاردة تقدر حضرتك كمستثمر تدخل العاصمة الإدارية تستثمر فيها باعتبارها مدينة مستدامة صديقة للبيئة في كل مرافقها وفي كل أشكال الاستثمار داخل العاصمة الإدارية لما تجي نتكلم نتكلم على الطاقة أنا عندي تجربة في الطاقة مشارة صغيرة ومتوسطة كذلك الأمر فبالتالي النهاردة أنا أعرض الأهم كمان النهاردة أن أنا مش بس كدولة بيئة العمال عندي صالحة لكن كمان حتى فكرة التموين لو أنا بشجع الاستثمار المحلي أنه هو ده الأهم الأول أن أنا بقع عندي الاستثمار المحلي قادر أنه يستثمر في مشروعات صديقة للبيئة أو الاقتصاد الأخضر فبالتالي النهاردة يكون محافظ الاستثمار الأجنب إنه ييجي لحضرتك فكمان بمنحي التموين المستدام من خلال البنك المركزي أو الجهاز المصرفي عندي طيب إزاي نقدر نحقق نوع من أنواع نقدر نقول الاستثمار العقاري المستدام بما أن حضرتك ذكرت أن عندنا العاصمة الإدارية الجديدة عندنا مدن جديدة خضراء صديقة للبيئة زي نقدر لحنا نعزز من ذا ده سؤال مهم جدا يا سيد أحمد أنت من أربح سنين أو خمس سنين لما كنت تتكلم عن فكرة المدن المستدامة في مصر يمكن كان الموضوع أقرب لشيء من الحلم أو الخيال النهاردة لما تروح العاصمة الإدارية تعرف قديف يعني أننا النهاردة قادرين على أن الدولة المصرية حقيقة قادرة على أنها غيرت نمط وشكل الاستثمار لأن الاستثمار دائما نجاحه بيرتبط بين إنت زي تقدر تتكيف مع المتغيرات العالمية التي تحصل في العالم حواليك النهاردة فالنهاردة لما تجي تتكلم على فكرة الاستدامة العمرانية أو في التنمية العمرانية العاصمة الإدارية رسخت لشكل ومفهوم جديد على وجه التحديد في مفهوم الاستثمار العقاري المستدام النهاردة أنت بتخش المدينة دي مستدامة في كل شيء مستدامة في مواد البناء اللي بتستخدم مستدامة في المرافق داخل المدينة مصادر الطاقة المدينة النهاردة حتى الدولة بتشترط على المطورين العقاريين داخل العاصمة الإدارية أي أن كان نوع المنطقة اللي بيستثمر فيها داخل العاصمة أنه تحديداً 75% من الطاقة اللي داخلها المشروع تبقى طاقة شمسية فكرة التخلص من النفايات أو المخلفات فكرة إدارة حتى المياة اللي بيستخدرونها مساحة الخضراء كمان في الراي مثلا منطقة زي منطقة النهر الأخضر النهاردة بيعدت دوير المياه دي تاني علشان يتم استخدامها في ري الحضائق مرة تانية كل ما له علاقة بالمعيشة داخل مدينة زي العاصمة الإدارية أو العالمين الجديدة النهاردة بيحقق فكرة الاستدامة البيئية فالنهاردة أنا كمستثمر أستاذ أحمن كون جاء لحضرتك فالنهاردة شايف على قدام عيني في مشروع قائم بالفعل ده بيحفزني كمان نهاردة أن أنا آجي أستثمر فيه غير أنا كنت أكلمك من خمس سنين أنا كدولة هعمل عاصمة إدارية وهعمل مدينة صديقة للبيئة ومدينة مستدامة كان لسه الموضوع مجرد حلم لكن النهاردة المشروع موجود على أرض الواقع أنت تتكلم النهاردة يعني على سبيل المثال مثلا منطقة زي منطقة الداونتاون في العاصمة الإدارية دي فيها 150 مشروع يعني بكلمك على منطقة واحدة داخل المشروع بكلمتكش بقى على منطقة السكنية منطقة البلوك والمنطقة الأخرى حتى كمان فكرة أنت النهاردة يعني أسست المفاهم الجديدة في التنمية العمرية ما كانتش موجودة يعني فكرة أنك كدولة عندك فكرة نطيحات السحاب أو المدن الصديقة للبيئة أو المباني الصديقة للبيئة أو المباني الخضراء دي ما كانتش موجود النهاردة موجود في العاصمة الإدارية تقدر تشوف والأهم كمان بقى حاجة مهمة عشان ترد على الشائعات اللي كان بتقولك أن الدولة أو موازنة الدولة بتروح للحاجات دي والتعليم فين والصحة فين مشروع عاصمة الإدارية ده ما يكلفش الدولة بطلنا الرد على الكلام من كتر ما هو بقى كلام مستهلك بالنسبة لقوة الشر مش عاوزين خلاص يعني إحنا أقولك واثق أو ثابت الخطى بيمشي مالكا زي ما بيقول فخلاص إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه وهو ده اللي يمكن الجديد في استراتيجية وفلسفة الإرادة السياسية تحديدا هو فكرة أنا عندي هدف متجه لهذا الهدف مهما حدث من شائعات ومهما حدث من أكاذيب أنا محدد الرؤية بتاعتي اتفضل طيب اتكلمنا يمكن عن الطاقة وتكلمنا عن الاستدامة العمرانية خلينا نتكلم عن نقطة تانية مهمة وهي الغذاء يعني في تدعيات كثيرة أو يحصلت طبعا بسبب تغير المناخ بما يتعلق بالمحاصيل الزراعية فالحلول اللي يمكن ممكن يقدمها المؤتمر لتخلص من مثل هذه الأزمة يعني ممكن تدعيات أزمة روسيا وأوكرانيا يمكن ظهرت شوية فكرة تحديات أزمة الغذاء صحري طبعا بالإضافة للتغيرات المناخية ويمكن النهاردة نحن نتكلم عن إفريقيا يعني هي قارئة قارة عفوا في طبيعتها الاقتصادية الأولى هي يعني قارة زراعية ويمكن إنبارح لما في إطار يوم الزراع والتكيف لما تم إطلاق المبادرة حياة كريمة إفريقيا للصمود أمام التغيرات المناخية فانت النهاردة يعني ربطت في رؤية أكثر إقليميا اللي هي فكرة رؤية مصر إفريقيا للتمام المستدامة عشرين تلاتة وستين وده بيوضح لك إنه النهاردة مصر حتى في ما تتحدثش بشكل منفرد عن تحديات بتقابلها منفردة مقابل إنه نحن بتكلم على دورنا الإقليمي تجاه القارة الإفريقية تحديدا وأهم إن أنت نهاردة إدى تتقدم مبادرة زي مبادرة حياة كريمة في مصر ونجحت في مرحلتها الأولى أزمة الغذاء إنت عندك تجربة نجحة جدا في مصر إدى أن نحن نعملها سواء فيما تعلق بمشروع منه نصف الدان أو مشروع الدلتة الجديدة أو المشروع القومي للصوة بالزراعية وإدى تتحقق نجاحات قوية جدا في فكرة استخدام نظم الرأي الحديثة أو التغلب حتى على الظروف الصعبة مشروع إذا مشروعته أشكال إحنا يمكن سنين طويلة جدا كان حلم المصريين إحنا اتفاجئنا بنساء تريس في رمضان الماضي بيفتدح فبالتالي نهاردة حتى رغم الظروف الصعبة جغرافيا ومناخيا قدرنا نحن نتغلب على هذا الأمر وده كمان برضو تأسيس نموض جديد من الاستثمار نهاردة إنت لما تجي برضو بتستقطب استثمار الزراعي المستدام أو الزراع الخضراء فلنت النهاردة جداولة عندك تجربة مفيدة أو مهمة في هذا المجال أعتقد أنه تجربة مصر أو الانبارح اللي اتعارض تحديدا في مشروعات القومية الزراعية بتحقق الاستدامة وعلى رأسات دلتا الجديدة أو المشروع من النص فدان يمكن ده كان أو فتح أفاق جديدة لتعاون أكثر ما بيننا وما بين أي دولة راغبة في الاستثمار الزراعي في مصر خلال الفترة القادمة نعم سوز أحمد وهسأل حضرتك على التنظيم تحديدا لأن كان فيه إشادة في حقيقة الأمر ما فيش أي وفد من وفود الدول بنتكلم على أكثر من 110 قائد وزعيم لدول من دول العالم متواجدون على أرض مدينة السلام وكانت أول نقطة بيتحدث عنها هذه الوفود فكرة التنظيم الرأى وده الجديد في مصر في الجمهور الجديدة فكرة اللي احنا لما بنقرر اللي احنا ندخل حاجة بنعمل الحاجة على أكمل وجه مش فكرة سد بخنات زي ما كان بيحصل في العهود السابقة تحديدا زي نقدر اللي احنا نبني على ما تحقق من هذه الإشادات اللي ربما أخرها جو بايدن اللي قال أن مصر أم الدنيا فطبيعي جدا يعني أن هي تنظم وقادرة على تنظيم هذا المؤتمر زي نقدر اللي احنا نعظم من الإشادات دي في جلب يعني نوع من أنواع السياحة وهي سياحة المؤتمرات يعني خلينا أقولك في بداية سيد أحمد أنه حي يعني نوجه رسالة شكر من خلال برنامج حضرتك لمعالي لواء خاليد فوضى محافظ جنوب سيناء لأنه حي حجم التجهزات اللي أجريت على أرض شرم الشيخ مهولة جدا أنت النهاردة تقدر أن أنت الأهم مش كمان أنت تستضيف أن أنت تقدر أن أنت تدير الحدث وتأمن الحدث صحيح ويمكن زي حدك ذكرت دلوقتي فكرة سياحة المؤتمرات دمه فهم جديد إحنا كنا على مدار سنين طويلة بنطالب بيه في مصر لأنه في دول في محيطك الإقليمي ما عندهش معلم سياحي واحد ويمكن كانت إرادات قطاع السياحة ليها تحديدا من سياحة المؤتمرات يعني تمثل أكتر من 60% من حجم الدخل القومي لدخل الدولة النهاردة لما تستضيف حدث بهذا الشكل وبهذه الحيثية أعتقد أن ده ليه تأثير قوي جدا على تشجيع نمط سياحة المؤتمرات خلال الفترات القادمة أي أن كان نوع سواء نوع التمثيل على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات أو أي أن كان نوع المؤتمر اللي يتم تنظيمه ده نوع جديد من المؤتمرات وده بيوضح أن فعلا الدولة المصرية قادرة النهاردة أن هي أسست لشكل ونمط جديد أيضا من الاستثمار ده استثمار سياحة النهاردة تقدر أن أنت في أي دولة تستضيف أي محفل دولي حيوة احنا على مدرات 8 سنين يمكن استضافنا مؤتمرات كتير جدا وكان لها أهمية قوية لكن أنت نحن تتكلم برضو على أهمية مؤتمر المناخ يمكن العالم كله يتابعه أكتر من 110 دولة إذا كانت تفضلت أن هي مشاركة فيه فطبعا هيأسس ويرسخ لنمط سياحة المؤتمرات 150 قناة فضائية بتعمل لك دعاء بالاشر بالضبط كده وهو ده الأهم النهاردة أنت تعلن مدينة شرب الشيخ مدينة صديقة للبيئة ده كمان هيشجع فكرة السياحة اللي النهاردة بتبقى قادرة على اللي هي أو بترغب فيه نمط المدن البيئية ومدن الصديقة للبيئة على وجه التحديد طيب يعني أنت النهاردة أحمد بتمثل لنا الشباب يعني سنك باين عليه أنه لسه في مقتبل العمر فحب أعرف منك كمان الشباب المصري بالتحديد كان دوره في مؤتمر المناخ فيما يتعلق بكل اللي احنا تكلمنا عنه خلينا نتكلم عن الطاقة عن الاستدامة العمرانية وغيره وغيره وقامل الغذاء وكل الحاجات دي الوعي لدى الشباب المصري في الحقيقة أكتر من ممتاز بما يتعلق بقضايا المناخ فحكي لنا عن دور الشباب المصري خلينا أقولك أنه حقيقة سؤال مهم جدا إحنا في مصر الأول مرة ويمكن أحمد تجربة تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين فيه تمكين حقيقي للشباب والنهاردة يعني السلسيات الرئيس والدولة المصرية تداتا بقى من البرنامج الرئاسي لتايل الشباب للقيادة وتمكين الشباب سياسيا أو حتى بفكرة منحوم بالقدرة أنهم يشاركوا في تنظيم مؤتمر زي ده لا حقيقة النهاردة يمكن أنا شايف أنه أكتر من 80% من أحد عوامل نجاح مؤتمر المناخ يعني مشاركة الشباب سواء بقى على الصعيد الإعلامي في التغطية اللي بتقدم لكل المحطات أو حتى في إطار الاستضافة أو الاستقبال الوفود أو حتى في مثلا تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين لحلقات النقاشية اللي بيشاركوا فيها النهاردة لا يوريك أن الدولة المصرية فيه فعلا الشباب المصري على قدر عالي جدا منه قادر على أنه يخوض يعني غمار التحدي في أي موقف أو أي حدث النهاردة ويثبت ذاته بشكل قوي جدا لكن أنا بشارف أنه اللي احنا وصلانه النهاردة على صعيد الشباب لم يكن أن يتحقق بدون التمكين اللي ما نحولينا سيادة الرئيس في المقام الأول والدولة المصرية والأهم أنه التمكين مش بس أننا بتحكي المشاركة لكن التأهيل والتعليم اللي باتدى من برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أو على صعيد المشاركة السياسية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على وجه التحديد مثلا فبالتالي كل ده يمكن أن برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالفعل فبالتالي أعتقد أن كل هذه الأمور يمكن منحت أو رجعت السيقة مرة تانية للشباب المصري في دولته وأنه يكون متواجد وليه كلمة مسموعة في أي محفل الدولة بتستطيع وليه دور مهمة وده أهم حاجة لدور فعال يمكن على مدار سنين كتير قوي كان تمكين الشباب كان مجرد شعار برق صح أو كنا بنشوفه كده نقدر نقول يعني بالبلدي كان زرار أو وردة حلوة شيك بتتحط فيه يعني الجاكت عشان نجمل بيها الصورة لكن اليهاردة احنا أصبح عندنا شباب واعي وإحنا نجحنا يا أحمد يعني إحنا يعني من إحنا أنا أسف معطاعتك بس لما إحنا يعني خدنا التجربة إحنا نجحنا وأثبتنا أن إحنا قادرين فعلا أن إحنا نتحط في أو يعني أن إحنا على قدر السيقة لما نحيط علينا الدولة أو سيد الرئيس في أن إحنا نكون متودي نعم ويمكن ده كمان لو هنتكلم عن دور الشباب إحنا شفنا دور الشباب في مبادرة حياة كريمة وإزاي حققوا فعلا حياة كريمة طريق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة والنهاردة إحنا بس مش بنكلم على 60 مليون مواطن مصري تم تغيير نمط حياتهم بيه الكامل بنكلم على مد ياد العون للأشقاء في أفريقيا أكثر من 30% من القرى الأكثر احتياجا في أفريقيا هيتم يعني تطبيق هذه البرتوكول أو هذه أو نقل التجربة بالمصري شف ده إزاي أن النهاردة في قمة المناخ تعلن نصر عن هذا فيما يخص حياة كريمة أفريقيا أولا يعني دالين عكاس قوي جدا أن أنت النظم تتكلم بصفتك الإقليمية عن أفريقيا الموضوع مش مجرد شعارات يعني أو رياضة الإقليمية مش مجرد مصطلحنا بنقول ولكن نحن بنقول فعلا نحن مدركين بالتحديات اللي بتقابل القرى الأفريقية ويمكن في الفقرة السابقة أنت كنت تتكلموا على أنه في قضية زي قضية المناخ أفريقيا يعني ما بتتعداش الـ 4% دولة زي الصين عدد سكانها زي سكان القرى الأفريقية حوالي مليار وربعمائة مليون نسمة بتسام بأكتر من 28% من انبعثات الكربون على مستوى العالم صحيح تمام فأنت النهاردة قرب أكملها بيعني تجني ثمار التغيرات المناخية السلبية فما كانش أن احنا قلنا بقى ريادة الإقليمية اللي حقيقينها مصر تستعيدها مرة تانية النهاردة أن احنا نقول أنه احنا متواجدين أن احنا النهاردة نقدم حجم مساعدات بشكل أو بتجربة نجحة خاصة أن أنت قدرت تنجح في تجربتك أو مرحلتك الأولى من ودرة حياة كريمة والأهم كمان أنت بتشتغل بشكل مدروس مش عشوائي لأن أنت نهاردة رؤية مصر إفريقيا لتمام مستدامة عشرين وستين كل معاييرها بتحقق فكرة الاستدامة البيئية للقرى الإفريقية بمشاركة مصرية فأعتقد أن هذا سيرجع لك ريادتك الإقليمية مرة تانية نهاردة مرة تانية نحن نتكلم عن مشاكل القرى الإفريقية بشكل حقيقي أمام المؤسسات الدولية المعنية بكل القضايا الاقتصادية وعلى رأسة طبعا القضايا تغير المناخ ويمكن هذا ما شاهدنا في كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي أمام كبرى المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية كان لابد أن تتصدر وتأتي في صدار كلمة سيادته هموم إفريقية مصر محملة بهموم القرى الإفريقية وتتحدث دائما عن القرى الإفريقية هيا احنا قول لا أنا خلاص بقى عندك سؤال يعني في الحقيقة في الحقيقة مثلت لينا دور كبير أوي للوعي اللي عند الشباب المصري بقضايا المناخ بالتحديد يمكن قضايا زي ما أنت قلت أن مصر لا تصهم تقريبا في الانبعاثات وزي ما نحن دايما نتكلم ونقول لكن وانت وضحت لنا يمكن كمان التدعيات أو المكاسب الاقتصادية يمكن على العائدة لنا من مؤتمر المناخ وإحنا مبسوطين جدا وسعاداء جدا لبقودك معنا ويمكن تزودنا بمعلومات احنا كنا في حاجة بمعرفتها شكرا لك شكرا لك نشكرك مستاذة أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي بنشكر حكي على بقودك معنا في صباح الخير يا مصر وانت في هذا الامر نموتك مشرف لي الشباب المناخ نموتك